السلام عليكم مساء الخير حياكم الله وصلتني قصة فأحببت أن تشاركوني متعتها يقال أن أحد الخلفاء استدعى الشعراء مصر فصادفهم شاعر فقير بيده جرة فارغة ذاهبا بها إلى البحر ليبلعها فتبعهم إلى أن وصلوا إلى دار الخلافة فبالغ الخليفة في إكرامهم والإنعام عليهم ولما رأى الرجل والجرة على كتفه ونظر إلى ثيابه الرثة قال له من أنت؟ وما حاجتك؟ فأنشد الرجل ولما رأيت القوم شد ورحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرة فقال الخليفة املأ له الجرة ذهبا وفضة فحسده بعض الحاضرين وقالوا هذا فقير مجنون لا يعرف قيمة المال فلربما أتلفه وضيعه فقال الخليفة هو ماله يفعل به ما يشأ فملأت له جرته ذهبا وخرج إلى الباب هذا الفقير بهذه الجرة ففرق المال لجميع الفقراء فبلغ ذلك الخليفة فاستدعه وسأله عن ذلك فقال يجود علينا الخيرون بما لهم ونحن بما للخيرين نجود فأعجب الخليفة بجوابه وأمر أن تملأ جرته عشر مرات وقال الحسنة بعشر أمثالها الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات وسلامتكم